تواصل تركيا استعراض بنك اهدافها الاقتصادية واطماعها في ليبيا وهذه المرة عبر وسائلها الاعلامية في محاولة للتخضي على خسرتها التي تكبدتها في قاعدة عقب بالنافع كما انها على ما يبدو محاولة منها لاقناع شعبها او المعارضين منهم عن سبب تدخلها في ليبيا لتوضح مدى المكاسب التي ستحققها من خلال استغلال الثروات والمقدرات الليبية وبتسهيل من العملاء حيث استعرض تقرير لوكالة الاناظولة التركية واقع الثروات غير نفطية في البلاد مثل الحديد واليورانيوم والذهب ومدى فائدتها لهم واوضح التقرير ان ليبيا بعدد سكانها المحدود تملك احتياطات هامة من معادن وخمات بعضها نادر وهي في حاجة الى استثمارات كبيرة وتقنيات متطورة لاستفادة منها على حد تعبير الوكالة التركية فيما الواقع هو كيف تتمكن تركيا من نهبها واضف التقرير ان الاحتياطات الهائلة التي تملكها ليبيا سواء من الحديد واليورانيوم والذهب والنفط والغاز الصخريين وعناصر اخرى نادرة نهيك عن موارد مائية جوفية وساعات مشمسة طويلة لانتاج الطاقة الشمسية مما يجعلها محل اطماع دولية تركيا هي اول الطميعين وبشكل علني عبر غزو البلاد ودعم ميليشيات الصخيرات بالمرتزقة والسلاح مستغلة خضوع وخيانة حكومة الصراج التي فتحت الباب ومنحت الاتراك تأشيرة الدخول للسيطرة على البلاد وكشفت اسرار الامن القومي الاقتصادي ومكنتهم من الاطلاع على سجلات مصلحة الاحوال المدنية لتحديد عدد السكان والادعاء اننا دولة شعبها قليل التعداد ومستباح لقناة ديبيا الحدث بو بكر العقيدي